اجمل عشر شلالات في العالم بالصور الشلالات هي من اروع ما يمكن ان يخرج من الطبيعة الساحرة من دون منازع حيث تتدفق الاف الاطنان من المياه من فوق منحدرات لتكون بحيرة او نهر اسفل منها وهناك العديد من الشلالات الجميلة في العالم لكن بعضها يتميز بقوته وجماله وهذه قائمة لاجملها في العالم واحد شلالات فيكتوريا تقع شلالات فيكتوريا في نهر زمبيزي على الحدود بين زمبيا وزمبابوي في جنوب وسط افريقيا ويبلغ عرضها واحد نقطة سبعة كلم وارتفاعها 128 متر اثنان شلالات نياجرا هي شلالات غزيرة على نهر نياجرا وتقع بين مدينة نياجرا في ولاية نيويوروكا الاميركية ومدينة نياجرا في مقاطعة اوينتاريو الكندية ويبلغ اعلى ارتفاع للشلالات في الجانب الامريكا 56 متر وفي الجانب الكندا 54 متر وهي تتألف من ثلاث شلالات الاشهر وهو شلال هورزشاو حدوات الفرس على الجانب الكندوي وشلالات الاميركية وهي مستقيم يفصل بينهما جزيرة غوت الماعز وهناك شلال صغير على الجانب الاميركي يسمى شلال برايدالا فايل طرحت العروس بجانب جزيرة لونا ثلاث شلالات اجواز تقع شلالات نهر اجواز على الحدود بين الولايات البرازيلية بارانا 20% والمحافظة الارجنتينية ميشينيز 80% وتقسم شلالات النهر الى اجواز العالي واجواز المنخفض ويشتق اسم الشلالات من اللغة الجوارانية او اللغة التوبية القديمة ويعني الماء الكثير اربع شلالات نجل تقع شلالات نجل بالاسبانية سلطو اند ظيل في فنزويلة وتعد اعلى شلالات العالم حيث يبلغ ارتفاعها 979 مترا وقد وصفها لاول مرة المستكشف الفنزوي ليو ارنستو ساينشيز لأكروث سنة 1912 غير انه لم ينشر اكتشافه ولذلك لم تعرف عالميا الى عام 1933 وذلك على يد الطيار جيمز انجل الذي اطلق اسمه عليها والمفارقة ان كلمة انجل التعني ملاك بينما لاصم الذي اطلقه السكان الاصليون على الشلالات كان فم الشيطان خمس شلالات كايتير انها واحدة من اكثر شلالات نفوذا في العالم وتقع في ولاية غيان الصغيرة في الزاوية الشمالية الشرقية لامريكا الجنوبية وهي احدى الاماكن التي تقدم الرحلات جوية لمشاهدة الاطلالة الرائعة على نهر بيتذرو ويبلغ ارتفاع السقوط الحر من شلالات كايتير مائة وست وعشرين متر وبذلك تكون اعلى بحوالي خمس مرات من شلالات نياجر وحوالي مرتين من شلالات في كتوريا ست شلالات يواسماية تعد هذه اعلى شلالات في امريكا الشمالية وتقع في منتزه يواسماية الوطني في سير النفادة في كاليفورنيا وهي نقطة جذب الرئيسيات للسياح في الحديقة وخصوصا في اواخر الربيع عندما يكون تدفق المياه في ذروته وترتفع شلالات يواسماية سبعة مائة وتسعة وثلاثين متر وبهذا تكون سادسة اعلى شلالات في العالم سبعة شلالات جوغ يبلغ ارتفاعها مائتين وثلاث وخمسين مترا وتقع في منطقة شويموجا بولاية كارناتاكا بالهند حيث تزداد قوة هذه الشلالات خلال الرياح الموسمية وتسقط المياه من علي ارتفاع مائتين وثلاث وخمسين مترا وهو اعلي الشلالات في الهند ثمانية شلالات ساذرلاند تقع شلالات ساذرلاند بالقرب من ميلو فوردساويند في نايوزيلاندا وتعتبر واحدة من اطول واقوى الشلالات في العالم والمياه تأتي من حوض بحيرة كوية للصخريات التي تمتد مباشرة على وجه جرف شبه اعمودي وقد سميت باسم دونالد ساذرلاند المستكشف الذي وجدها تسعة شلالات ديتيان تعتبر هذه الشلالات من اجمل الشلالات في قارة اسيا ورابع واكبرها في العالم بعد شلالات اجواز وفيكاتورايا ونياخارا وتقع على امتداد نهر كوايل ابن على جانبي الحدود الصينية والفيتنامية عشر الشلالات الذهبية تقع الشلالات الذهبية اوج الفيس على نهر هفيتا في جنوب غرب ايسلندن وهي عبارة عن شلالين يصب احدهما في الاخر بارتفاع كل يسوي اثنان وثلاثين مترا ويعتبر هذا الشلال من احد اهم المناطق السياحية في ايسلندن حيث تتدفق المياه من الامطار العادية وجريان المياه الجالدية في فصل الصيف اشتركوا في القناة